سلام عليكم البنات سلام حبيباتي سلام يالزينات يالغاليات مرحبا بكم معايا في هاد الفيديو جديدة لان شاء الله تلقاكم بخير وتلقاكم مهنيين الفيديو تاع النهار اليوم راح تكون متنوعة راح تكون فيها وصفات رمضانية سهلة وسريعة هاد الوصفات نهديها خصصا للنساء العاملات في شهر رمضان الكريم يكفيهم شو الوقت باش يوجدوا هاد الوصفات خاصة الوصفة المملاحات اللي راح تكون سهلة بزاف التحضير ديالها وتجيب نينة تاني نوك اطبق راح تكون ان شاء الله متنوعة رايحة تعجبكم بإذن الله وكيما العادة لبنات ما تنسوش تشجعوني بجام وما تبخلوش عليها بالتشجيع بالتعليق يالغاليات وما تنسوش اهم حاجة اللي هي الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام نبدأ ولا فيديو ديالنا هناك كيما راح تشوفوك المسيجب لي هاد تشكيلة شغل مخلطة فيها يعني شحل من نوع تعال الحوت توحشناها عدنا شحل ما جبناش من هاد اليامات راح ومليح الحوت يعني بما انو جابو مخلطة هادا ميلغ غير سوب دو بواسان وفالا كيما كتشوفوش شمرت على دراعي ويلا يلا وهاد الحوتة هادي الراسكاس هادية يعني اللي توال مليح مليح في السوب يعني لا سوب تجيبها بزاف ابنينة ميك وش نقولكم شحلو وعرا فتنقية ديالها باسكيو فيها وحد الشوك كبير ميم الراصة ديالها كشغل معمر بزاف بالشوك كي نقولكم دارت فيها حالة في يدية ما يدية قاعد تخبشو منها ومنحبش يعني نلبس ليغان توجو هاكدا نحس روحي يعني هاكدا الاس بلا ليغان كي نخدم المهم لبنات وش نقولكم يعني نتوا يوتو بيا على بركم كيما يقول الكلمتل الحم كولو بدمو والحوت قتلو سمو يعني الحوت لازم يتنقى تخيط خيبية ويتشلل يعني ملاح ملاح باش يعني نحولو كامل يعني الاوساخ اللي تكون فيه سيختو داخل الكرش ديالو دايمن نلقاوها كشغل مغلفة وتحت هدك الغيلف يتراكم تما هدك الدم اللي دفحتا نلقاوها يعني كشغل شوية بلك حولية لونك هدك ننقى وهم ملاح ملاح الحوت يعني حاجة بنينة حاجة صحية ماذا بينا لو كان ناكلوه زج مرات حتى ثلاثة مرات في الأسبوع ولكن دايمن تامن ديالو يبقى غالي مي الاتمن ميدا تاعو تاني كاريتا لم الريحة تاعو ولم يعني متنظيف ديالو ليش دلوقت سيختو دا كان كانت كمية كبيرة والريحة تاعو ديفا مم يعني نطيبوه الصباح تبقى هدك الريحة تضر في الدرحة الليل هنا كيما كنت شفو معايا كملت تاني شللتو ملاح ملاح مم تحت العين ستعاوت نقيتو كش ما يكون فيه ولا حاجة كيما قلت لكم دونك هد الحوت هده يعني الكمية كيما يقولوا راهي شوية كبيرة هني حنقسمها على زوج دونك هندير بيها سوب دو بواسان كيما قلت لكم بما انو التشكيلة راهي متنوعه سيختو كيرا فيه الراس كاس هنا يا باش نقضي على كامل الروائح سلكني اليوم غرستيك هده جافيل موسون هده لجال هدا يا يعني راهو جد مركز البنات منها جافيل منها راه سائل لك شغل يعني يرغون ومنها تاني يقضي على كامل الروائح ويرغون ما شاء الله يعني صدقوني غير هو اللي يسلكني اليوم باش نقضي على الريحة هديك تعال الحوت وهده الخضر هده البنات الريحة تعوري حتى هديك الريحة تعال الكاليتوس عنده واحدة الريحة قاوية ما شاء الله قدالي كيما قوتكم على الريحة تعال الحوت وخلالي الريحة هاي لا في الكوزينة ريحة النقا ريحة الكاليتوس وشوفوا يعني مامي مدليحة البيوضية اللي فيديالي هاكده سيقتو يعني كي توسخ هاكده ولا ديفا يكونو فيه لي طاشتعلاتي ولا صفورية وكامل يمدلي لما عن هايل هايل للي فيديالي ولا لللافابو تعال الحمام يعني هايل وفي نفس الوقت اقتصادي ان شاء الله يعني تلقاوه وتجربوه لبنات وتشوفوا النتيجة بنفسكم شحال يعني هاد اللي بخود بتاع ستيك هدايا شحال هايل وفي نفس الوقت كي ما قلت لكم القرعة هاديك راي رايحة تشد يعني تشد لكم مدة طويلة لانو تديروا قطرة منو رايح ايرغون ويخليكم تاني تستغنوا على السائل تاع الاواني لانو ايرغون في نفس الوقت اهنا يادوكا درت لكوكوت مينوت ديالي احنشارك معاكم سوبت بواسون سهلة وسارعة درت فيها شوية زيت تقدروا تستعملوا زيت الزيتون بالنسبة للخوضر شوفوا درت زوج حبات تاع زرودية حبة طماطيش حبة بصل حبة تاع بسباس اه رميت هادك الحوت ما درتش كي ما قلت لكم كامل الكمية اه عودت تاع كرافاس اه زوج وريقات تاع الرنت بالنسبة للتوابل درت الملح درت فلفل لكحل شوية تاع الكمون وشوية تاع القصبر المرحي ودرت ثاني لبنت هادا شوية من هادك تابل اللي حضرناه مع بعض اللي فيه التوم وكامل ضوكاكو لابريبا عاكو شفتو الوصفة وكاين اللي حتى حضروا هو عجبهم نقول لكم يعطيكم الصحة ودرت شوية تاع زعي تاني وشوية تاع العكري تحبو تديرو العكري الحار تاني تجي مني حاك تكون شوية حارة تحبو تاني تزيدو طماطيش تاع الباطا هنا لكم الاختيار انا استغنيت عليها اهنا يا لبنت قلت كامل هاد الخوضر مع هادك الحوت قلتهم ملح ملح ومبعدها مرقت بالمسخن وغلقت على الكوكوت مينوت ديالي هكدا باش هادك الشوك تاع الحوت يطيب ملح ملح وفالا هنا يا بعد حوالي اربع ساعة فتحت لها كوكوت كيما على بلكم يعني الخوضر ما تاخدش الوقت الحوت تاني مبانا هادروش عليه ومبعد هنا يا جبت البغا ميكسور ديالي وميكسيت كل حاجة على ضربة هنا باش يعني انتفادة كامل هادك الشوك باش يعني ما تبقى لي فيه حتى شوكا كيما قلتكم سيغتوا الراس كاسا فيه الشوك فضلت هكدا منجوزو فيه صفايا جوزو البنات فيه صفايا ليتكون عندها العيون ديالها كبار هكدا باش نجوزو كمية مليحة تاع الحوت باش ما يبقى الناش في الصفايا حاصل ديفوالبنات انا كيكون عندي الوقت يعني ما نديرش الطريقة هادي ندير الحوت قبل يطيب شوية داخل هادك المريقة ومبعد غير نشوفو دخلو طياب مقبل ما يتحرحر كامل نحيه وننقيه بيدي يعني نحيلو كامل هادك الشوك ومبعد نعاود نرميه داخل يعني المريقة هاديك مع الخوضره كامل ومبعدا ميكسي كلش بصح بلا ما نصفه لانو نقيتو بيديت ما على بالي ما فيه حتى شوكا مام هاكدا كلاسو بتاعكم راح تجيب نينا احسن واحسن يعني الموهم عندكم زوج طرق اذا كنتو مزروبين ديرو هادي ميكسي وكلش بالمغا ميكسي وصفي كيكون عندكم الوقت ديرو الطريقة التانية اللي قلتها لكم ودو كان روحو نشوفو مع بعض الوصفة على الطابق الرئيسي ديالنا هناكي ما كتوفو في الوعى ديالي عندي بطاطا مقطعة دوائر قرعة تاني مقطعة دوائر درت عليها شوية توم بودرال عكريز شوية زيت الزيتون ملح فلفل لكحل وخلطهم ملح مع بعض ومنجيها واحدة اخرى هنا فادا كلوب تيبول عندي شوية من صدر تعل جاج مرحي معاه شوية بصل تاني مرحي شوية مع الدنوس وعندي التوابل عدنا الملح شوية تعل فلفل لكحل زنجابيل شوية تعل كمون وشوية تعل قصبر المرحي هادو هما يعني التوابل ليدرتهم ومبعدها نزيدوا معاهم شوية تعل عكري تاني ما تنسوش ديروا شوية كمون نحي يعني مدبنة هايلة في هاد الطابق هادي ونزيدوا سنينة تعتهم ونخلطوا كامل هاد المكوينت ما تنسوش برك ديروا معاهم شوية زيت باش هاد الخالط هادا ولا هاد الجاج هادا ما يجيناش ناشف في وسط الخضر دينا نجيبوا مول اقغاتا نحطوا فيه البصل هادا يكون مقطع هاكدا الى شرائح ولا الى دوائر ونستفوهم كامل في المول دينا ومبعدها نولو للخضر دينا انا هنا البنات كيما كتشوفوا معايا استعملت البطاطا والقرعة والطماطش انتوما تزيدوا تقدروا تزيدوا البتنجل تقدروا تزيدوا الفلفل تقطعوا دوائر كيما تحبوا وعلى حسب وش يكون متوفرة عندكم فالا ومبعدها نديروهم طبقة فوق طبقة ونديرو بيناتهم شوية من هاداك الجاج المرحي انا استعملت الجاج المرحي انتوما تقدروا تعوضوه بالحمل المرحي ولا بدانت اه شي المهم وش يكون عندكم فالا بعد ما استفتهم كامل في المول اهنا يا جبت في هاداك الويعا شوية تعمة واحد اربع كاس دلقوا مغرفة صغيرة طماطشة على البطا ستلو شوية زيت زيتهم العكري شوية تاع فلفل لكحل عندي هنا يا شوية تاع الكمون شوية من الاعشاب العطرية عدنا شوية ملح نخلطوهم كامل هاكذا مليح معا بعض ونفرغوهم فوق هاديك الخضر دينا يعني ما نديروش كمية كبيرة تاع الماء على خاطر ان بعد هاداك البصل اللي درنا رح يطلق الماديالو الجاج فيه البصل الطماطشتان يطلق الماديالها الخضر تاني اه يعني اه دونك ما شو حيجينا بزاف ناشف هنا يا نغطي واه بابي كويسون اني نكونو شمخناه في الماء ونعصروهم ملح ملح ونغطيوه بيه القغاتان دينا ولا هاد الوجبة تلغاداء هادي ومنزيدولو من فوق ورق الاليمنيوم هاكذا لازم دايما يعني نسبقو ورق الطهي باش نديرو ورق الاليمنيوم لانو الاليمنيوم مراهوش صحي خاصة كيدخل للفرن ويتعرض لدرجة حرارة مرتفعة ونخلي واهي طيب احياخد لكم الوقت حوالي نص ساعة البنات دو كان رحو نشوفو مع بعض المملحة لاني رايحا نشاركها معاكم لاني رايحا تكون بدون عاجين بدون اختمار رح يعني العاجين هادا كنا حي نعودوه بالخبز التغتيلة اه كنت راح يتلقاوها يعني تواجد في المحلات وولا اللي بنات قدو تحضروه في الدارة يعني حضرناه معا بعض عدة مرات نقسمو الورقات تعال الخبز التورتي اللا دينا اعلى 4 كمجتو ومبعدا كل الربح نشكلو هاكذا على شكل كورني باش مايتفتحش معانا نبيكيوا في الاخير ولا نشدو هاكذا بكوردو وباش يبقى تاني محافظ على الفرم ديالو يعني ندخلو لداخل لي كورني هادوما تعال الحديد اللي نديرو بهم لي كورني تعال الحلوة وكامل اللي ما عنداش تلقاهم يتبعو عند اللي بيعو مواد الحلويات هنا نحطوهم في سنيوة ومبعدا نجيبو سافر تاع البيض نديرولو شوية برك حليب وندهنوهم هاكذا من الفوق كامل بها الطريقة هادي هاد سافر البيض راو رايح يعطيهم لمعة وممكن ندخلوهم للفرن راح تكون عندهم قرماشة وتحميرة بزاف هايلة من الفوق نديرو سانوج ولا الجلجلان ولا هاد البذور الخشخش نديرو هاكذا يعني وش يكون متوفرة عندنا وندخلوهم للفرن لحوالي هاكذا كربع ساعة الى عشرين دقيقة حتى تشوفوهم يعني كشغل يبسوا وتحمروا وهادك السافر البيض كشغل خداء تحميرة حاولوا يعني بركيلا كان شريتو الخبز تورتيلا هادا يعني حاولوا تشغلوا نوعية تكون مليحة بش يتسهل عليكم تشكلوهم هاكذا بكل سهولة في ليكوغني بش شكلتهم يكون شباب هاد الخبز يعني شوية شوية ميكي ما يقولوا ساعفتو بش ما يتقطع ليش وشكلت هادوكلي كورني دوكالو تون يراهم يطيبو في الفرن نروحو نوجدو لهم لافخص ديالهم البنات هنا عندي زوج حبات بيض مغليين سكرفشتهم فلخشين زيت عليهم شوية تون عدنا المايس نقطرهم الماديالو عندي شوية تعمعد نوس يكون مقطع عرقيق كمية المايوناز راح تكون على حساب كمية الخاليط شوية زيتون دين ويوتي خضر إلا عندكم أسود تقدروا تاني تديرو ونزيدو شوية ملح وشوية تعفل في اللكحل ونخلطو كامل هاد المكونات مع بعض الطن هادك تقدو تعودوه مثلا من بلجاج ديفا يبقى مرسو جاج هاكدك يقعد لنا خاصة صدر الداجاج ممكن تعودو هادك الطن بصدر الداجاج تفتته معاهم يعني من بلجاج تاني تجيب لنا هاملك هنايا كيما قلت لكم بعد حوالي عشرين دقيقة نخرجوهم من الفرن نخلوهم يبردو شوية ونحولهم هادوكلي كورني تالحديد هاملك شوفوا كيفاش يجو يعني راح يجو مقرمشين هادوما البنات اذا كان درتوهم الأحسن يعني تخلوهم في الآخر هاكده بش يبقى محافظين على القرماشا ديالهم كي تكونوا تشكروا فيهم البنات هادلي كورني داخل هادوكلي كورني تالحديد حاولو كشغل الكورني هادك تالحديد يجي خارج على الخبز تورتيلا هاكده بش ما يلسقو لكمش بعد نعمروهم بهادي كلاف فخص لي كي ما شتوها انفخص حشوة باردة ما طيبش وسهلة في التحذير ديالها يعني شتو هاد المملحات يعني ولغر من اروع ما يكون حتى البنا بزف هايلين انا مامولادي عجبوهم بزف بزف اه ما فيهمش عاجينا مكان اختيمار مكان ينوالو نحبو بزف هاد الواصفات هاكده السهلة كي ما قلت لكم نهديها للنساء العاملات راي رايحة تسلككم هاكده في رمضان ولا في عرضة اه طبعا هاكده في العرضات ولكن تكون عندنا طاولة خاصا في شهر رمضان الكريم لازم نحضروا الحميس ضروري يكون واجد فوق الطاولة وانا دايما يعني ما يسلكني غير هذا الحميس ديالي الحميس تا الاعرس اللي شاركتو معاكم يعني عندو سنوات وسنوات اكوشتو يعني ما فيهش اه كي ما قلو سهل في التحذير دياله المهم لي ما تعرفشو للمشتركات جدد اكتبو حميس الاعرس ساميرا ديزاد وحيخرج لكم الفيديو بالتفصيل هادك الحميس المليح فيه البنات انو ما فيهش طماطيش وخاصة في الاعرس يعني سوختو في الصيف وكامل ما وش رايح يقراسلكم ويجيب الزاف ابنين عندو دوق مميز اليوم مراني رايحة يعني نقدم الطاولة ديالي في هاد السيرفيس هاد البنات اللي راكو تشوفو فيه به هادك الوردة الصفرة الشابة هادك هاوليك هنا واحد السيرفيس يعني ما شاء الله كيجي رمضان دايما يعني نحبو هكدايا نبدلو شوية نحبو نشرو طباصة جديد كاين يعني كل وحدة وش تحب كاين لي تشري طوال سيري كاين لي تجيب طابلية جديدة كاين لي تبدل ديكورت على المطبخ ديالها كاين لي تحب تشري قديرة جديدة اليوم جبت لكم هاد السيرفيس هاد البنات اللي راهم نعند اللي فيه 32 قطعة يعني هاد السيرفيس غير كي ما يعني شتوه معايا وشنو هادك السيرفيس كانوا فيه في ناجل تع قهوة حليب وتع قهوة كحلة مي هاد المرارا هم نقصو لهم شوفوا البنات تاني فيه شحم الموديل هاد الموديل كنتو شتوه معايا تاني لعملي فات بزاف شباب سيختو كدرتلو لي سدو طبفلو بلو خرج روعة روعة دكرا هم توفر كان خلاص الكمية راح كاين كاين هاد الموتيف هادا تاني بزاف شباب اللي حبو الافلوخ هاوليك الورد راه تاني متواجد بزاف شباب يعني يقولولي كاملا كي تقولي بزاف شباب فغيما كي ما كتشوفوا معايا البنات ولا غير كامل شابين مم لا كاليتي تحو موقع حاجة يعني شابة شوفوا ويعجبني هادا سواء للضيوف ولا مليح مملكو اليوم هاكدا اللي عندها طباسا مفردين وكامل وحب تدير حاجة مليحة في الكوزينة ديالها يعني هايل لانه فيه 32 قطعة فيه البنات كي ما كتشوفوا معايا ستة من هادو ما الصغر لاني ندير فيهم الحميس هايلين هاكدا الحميس ولا تديرو فيهم شوية تعلحم الحلو ولا تحطو لهم مملاحات فيه ستة تعله ليبل تعله سو بتاع الشربة ستة طباسا تعلجواز وطباسا يعني كبار الله يبارك ما شاء الله وستة طباسا بلاء كبار وستة واحدة اخرين بلاء يكونوا متوسطين في الحجم والا هنا دوكا هادوك الصغر انا كي ما اليوم درت فيهم الحميس درت لهم الفوق شوية تع زيت الزيتون شبحوهم هاكدا بحبة زيتون اذا كان عندكم زيتون الاسود رح يكون احسن وفيه هاد لاسو بياغ تاني توجوب هاديك الوردة الصفرة نديرو فيها الشربة ولا لاسو بدينا ولا تاني بزاف شابة وترفض كمية مليحة يعني حتى الشكل تحام ما شاء الله بلغطة ديالها والا هنا راني مع التوجد اخر حاجة خرجت هادك الطابق اللي حضرناه مع بعض شوفوها وليك هنا خلاص الخضر هادي كرا تخليها طيب اخدالي في الوقت نص ساعة بالضبط لبنات هنا بش يكون عندو وجه شباب كاضافة ولا كخطوة اختيارية نقدرو نزيدو هادا الجبن المبشور انا صراحة بقالي من هادو كلي كورني كيما درتهم بقالي شوية قلت نزيدو هنا يا ام بعدا شعلت عليه النار من فوق برك قسمة يدوب هاداك الجبن نوك المو ملاحات مع هاداك الطابق تاعنا ونقولو غاتا تاع خضر من الاحسن نخليها في الاخير لانو فيه بطاطا هاكدا باش يبقى الناس خون على كل حال هو كيما شتو ما يديش كامل الوقت دونك مامي لا كنتي متأخرا ولا راح توجديه تمتم وتحطيو لهم تمتم افوالا هاولي كدوك اللي بنا تشوفو السيرفيس كيفاش خرج الله يبارك ما شاء الله بزاف شباب ما فيش بزاف لي كولر وكامل كيما شتو تقريبا فيه الفاغ الفاغ على زوج دراجات كاين فيها ديك الوردة بالجون صراحة كنت حبا نشري له لي سات دو تابل في الفاغ ولكن لا غالب ما كانش عندي الوقت باش نخرج ما ان شاء الله يعني نحاول تشوفوه معايا ان شاء الله بلي سات دو تابل في الفاغ راح يخرجو ما شاء الله ولا تقدرو ديروه في الباج ولا المهم يعني ديرو سات دو تابل لي تماشو لكم معا لي كولر لي كاين فليزاسيات وهيليك الطاولة تعنا البنات كيما كتوفو يعني كيما شتو وصفات سهلة وسريعة كيما قلكم دايما من الحبة نديرو قبة باشياء ويعني بسيطة هامليك اللي كورني اللي حضرناهم مع بعض يعني ايجو يشهو البنات هايلين رفقوهم علي سوب ديونا وكيما شتوهم سهلين لا من طريقة تحضير ديالهم ما كان لا عاجينة لا والو ولا من الفقص لي ما يعني ما طيبش ويجيب الزافة بنينا زيت لهم معاهم طبيسي تاع لا صالات وهدي يا كون طيبة خبزة شعر المولابيتي هاد لي عملت يعني راوي حبي ياكلو درت هالو برك هاكده كغابيد ما واللي حب الوصفة تاعي تاع خبز هاكده الشعير يكتب برك في اليوتيوب في اليوغوشياخش خبز شعير سامي رادي يزاد ويح يخرج لكم الفيديو وان شاء الله حبيباتي كون اعجبكم الذوق ديالي وتعجبكم هاد الواصفات لي شاركتها معاكم اه بالنسبة للسعر لبنات تاع هاد السيرفيس هادا راه دار مليون وسبعمية وثمانين الف والتوصيل له مجاني وارقام الهاتف كون تخليتهم لكم دونك تقضوا تطلبو انتم الموادل لي يعجبكم اه من الموادل لي وريتهم لكم وهاولي كالبنات شتولاسو كيفاش تجي تجي هايلا ما نحكي لكم شعلا ريحة تحاكي تكون طيب اه ريحة الحوت يعني تجي هايلا وهادا اللقاءة تاني حضرناه معا بعد بالخضر تاني ايجي ما شاء الله ويجي بنين ويجي خفيف يعني غاني بالخضر كيماشتوا معايا ما بالنسبة للحم المرحي ولا الجاج المرحي ما يرفج كمية كبيرة اه نقول لكم خياتي شاهدكم في الصحة شاهدكم في الجنة ورب ان شاء الله يدوم اللماء والنعمة علينا وعليكم ان شاء الله تكونوا استفدتوا حبيبة قلبي من هاد الواصفات اللي شاركتها معاكم وان شاء الله تحتفظوا بها وتسجلوها لشهر رمضان الكريم وان شاء الله تكون طاولة اه يعني تبقى لكم باش تحضروها ان شاء الله في رمضان ان شاء الله يدخل علينا وعليكم بالصحة ولهنا واربح اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين كانت هدي هي لا فيديو تعالي نهار اليوم اه متنسونيش بجام حبيبة قلبي نقول لكم تهالله في صحتكم تهالله في روحتكم احبكم في الله في امان الله سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة